رجعنا لكم وفقرة ريمونتادة ومعنا ريمونتادة على منطق البعض عمر أديب أهلامي شاطر ولكن واضح أنه هو بيتبنى قضية وهي رمضان صبحي فكرة اللاعب من حقه يختار اللي هو عايزه من حقه يطلع معاك في بنامجك قبل كده في التوقيت اللي هو عايزه حتى لو ده يضر النادي الأهلي أنه هو يتكلم فيه من حقه يحترف من حقه ياخد فلوس من حقه يعمل كل حاجة بس مش من حقه جمهور النادي الأهلي أنه هو يكون ليه أي موقف نطلع ونشوف الفيديو رمضان صبحي جمهور الأهلي مش عايز يسيبه في حاله وأنا مش فاهم ليه إحنا مش واخدين بالنا من موضوع الاحتراف أنه أي لعيب ممكن ينتقل من نادي لنادي وأي حركة بيعملها رمضان صبحي لعب ماتش كان طلع يجيب جنو مجاش حصله طرد يبقى هاشتاك آدي رمضان صبحي آدي الطموح آدي فيه استهداف مستمر لرمضان صبحي أنا بقى ناشد جمهور الأهلي العزيزة سيبه الراجل يلعب الضغط اللي عليه ده غير طبيعي هو عمل إيه؟ يعني هل اللي يخرج من النادي الأهلي آآ خلاص يعني آآ نعلن عليه الحرب اللي بيخرج من النادي الأهلي ما بنعلنش عليه الحرب اللي بيحترم النادي الأهلي ما بنعلنش عليه الحرب اللي عارف يعني إيه النادي الأهلي ويعني إيه علاقتك اللي بتنتاهي به والشكل اللي بتنتاهي به هي بداية مسرتك ما بعد النادي الأهلي وتحديد شكلها ما بنعلنش عليه الحرب هنروح وانفاهمك أنت زي كنت جزء من تشكيل الضغطة على رمضان بس حابين نقول حاجة هو مين اللي خلى رمضان لما جاي تصور في المؤتمر الصحفي يعمل كده والمين ومين اللي ما كانش عائل عشان يقوله يا رمضان انت الجمهور محتقن فما ينفعش تعمل حركة زي دي كمان بعد كده هو مين المسؤول في نفس النادي اللي انتقل منه رمضان اللي طلع قال لو بتتكلموا عالطموح ممكن نقول لكم الاهلي خدوا الطموح ازاي وهو مسؤول في برامدز رسمي ليه انت اعلاميا ما نقشتش ده عشان تقدر تنظر وتقول ان الجمهور ما كانش طبيعي انه هو ياخد مواقف من رمضان ليه بتكتزق وليه بتقططع لان انت جزء من حكاية رمضان اللي الجمهور في العالم كله حقه يكون ليه موقف فيها لان دي كرة القدم وعلى فكرة يا اسامة بيصدرولنا ان احنا نحرج ان احنا نقول ان انت مش عايز رمضان يوفق لا انا مش عايز رمضان ينجح في برامدز وهو شكل واضح وصريح لانه منافس ليه ومصلحتي ان اللاعب اللي بيلعب في نادي اخر وقال انه راح النادي مختلف عشان فيه افضلية عن نادي الاقلي لا النادي الاهلي هو الطموح والبطلات وهو كل حاجة وانا ده موقفي وده موقف اي مشجع طبيعي وده اصلا النادي الاهلي بيعمله اي حد بيفكر غير كده يبقى معاشي الكرة المصرية وتحديدا بقى احنا انا اتكلمنا فكرة مهمة جدا هي فكرة اللاعب انت بتقدم نفسك كلاعب محترف ولا كلاعب منتمي لما تيجي تقدم نفسك للنادي الاهلي كلاعب منتمي وانا الاهلي ثم الاهلي ثم الاهلي وتغدع الجماهير سنين طويلة جدا والجماهير تديك مقدار من الحب اعلى من اي لعب اخر بصفتك ابن النادي اللاعب المنتمي وتيجي بفجأة تقوم تلعب وجه اخر وتقول اصلا لعب محترف فعملوني كمحترف بالمناسبة لعبين محترفين كتير جدا وجبنا امثلة كتير منهم والويس فيجو تم التعامل معهم جمهريا بشكل اصعب من ده يا راجل رايح فريق الطموح ورمضان اللي بيروج البعض ان هو عنده القدرة على تحمله الضغوط مش قادر يقفل موبايله عشان الضغوط اللي عليه من السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستجرام هي ديته وما لو فيه مدرجات لو فيه جماهير في المدرج هتقول ايه خدت قرار انت حر فيه انت اللي تتحاسب عليه انت اللي تتحمل نتائج القرار ده احنا هنا ما نقدرش نقول لجمهير النادي الاهلي حسبه على رمضان صبحي لان جماهير النادي الاهلي اهم عندها مصلحة النادي من اي لعب خاصة بقى لما اللعب ده ملتزمش الصمت او طلع حتى بتصريحات موفقة او تصريحات صادقة لكن يا استاذ عمر قديم ده طلع معاك في توقيت حرج جدا يحاول ان هو يلعب او يرمي الكرة في ملعب النادي الاهلي ولكن الكرة كانت كنبلة انفجرت في وش رمضان صبحي فتعالوا بقى نشوف كان رمضان بيقول ايه ونخلي رمضان بنفسه يرد على رمضان بنفسه نشوف اول فيديو معنا عمر انا زي ما قلت حقاك الموضوع مش فلوس بس الموضوع لا ممكن الخصولك في كلمة واحدة الاهلي لو كان عايز يخلص كان خلص من بدري كانت المسؤولين خلصوا من بدري ما كانوش خلوا رمضان لحد شهر سبعة ويبقى فيه جدل ده رمضان صبحي اللي بيتكلم ان النادي الاهلي لو كان عايزني كان خلص معايا من بدري وده على عكس طبعا التصراحات اللي جات لنا من النادي الانجليزي نفسه لما قال ان النادي الاهلي كان حريص جدا على فكرة انه هو ينهي التعاقد مع رمضان صبحي ركز في التفاصيل اللي كانت مع عمر اديب في محاولة من رمضان لتقليب الجمهور على مجلس الادارة وقلب الطاولة اللي انت اقلب كتير جدا من ان انت تقدر تعملها لان انت قلت في كلامك ان في شهر سبعة اتأخروا لحد ما وصلت في شهر سبعة بيكلموني طب تعالى نشوف انت وفي نفس الحلقة مع نفس الاعلامي قلت ايه كورونا جات في شهر ثلاثة فانا عدت مع كابتن محمود الخطيف في البيت عنده وكان امير توفيق وكان ساعتها نادر شاو ايه هو الوكيل بتاعي وقعدنا في البيت عنده وقال لي احنا عايزين نعرب بقى مستقبلك انت هتعمل ايه واحنا عايزينك تبقى معنا فقالت له الله يا كابتن انا بفكر اللي انا احترف تاني انا لسه صغير وحلم بالنسبة لي انا اه روحت والمرة الاولانية ما كانتش احسن حاجة بس انا عايز احارب تاني وعايز اللي انا سافر اوروبا تاني فقال لي طيب خلاص مفيش مشكلة والكلام ده كله يعني انت مفكر ان رئيس النادي الاهلي بقدره وقمته جايبك يدردش معك بتقول ان هما بدأوا المفاوضات في شهر سبعة وبعد كده في فيديو تاني مع نفس الاعلامي وفي نفس الحلقة بتقول ان كانت الكلام معاك في شهر تلاتة لما الكورونا جات عن المفاوضات وعن مستقبلك وعن القرار هيكون ايه يبقى اعتقد اول حاجة بتدل ان انت كان عندك مش بس توجه وتسيب النادي الاهلي ان انت كمان تخلع من المشكلة والجمهور مركز في التفاصيل وهو كدب نفسه بنفسه والاهم من كل ده ان هو حط نفسه في موقف محرق جدا وموقف يبان فيه بشكل نقر جميل النادي الاهلي باعترافه هو رمضان صبحي اللي النادي الاهلي دفع فيه اعلى مقابل مدي فئعارة للعب واعلى راتب مصري كان في الفريق وكان فيه اصابات وتحمل النادي الاهلي مستوى وتحملت جامهير النادي الاهلي مستوى وقفته على رجله عشان يبقى قائد للمنتخب الولمبي بفضل النادي الاهلي بعد ربان صحاته على وبفضل جميل النادي الاهلي وباعترافه هو شخصيا نشوف الفيديو بعدها كابتن حسام غالي ماشي هو كابتن محمد فضل كملت المفاوضات مع كابتن عمير توفيق لحد دم الموضوع ماشي وكابتن الخطيب كلمني وخلص خلصنا الموضوع وانا رجعت انا عارف طبعا اللي ام اول ست شهور دفعوا فيها فلوس كويسة وادوني انا فلوس الى حد ما كويسة جدا بس ما كانوش منتظرين من رمضان صبحي الاول ست شهور دول بالنسبة لي ما كانوش احسن حاجة بالنسبة المستوية ودي حقيقة ما قادرش انكرها يعني بتبقى معروفة لما الواحد بيبقى وحش بيبقى بانين الواحد اه بالضبط فما كنتش احسن حاجة بس كنت على قد ما قادر بدي المية في المية بتاعتي في المطشاط وفي التمرين وكل حاجة جينا بعد ست شهور دول المفروضة ارجع عندي الانجليزي الاعارة بتاعتي خلصة طب اعمل ايه لا انا لازم اقعد سنة تانية في مصر عشان انا عندي ما كنتش بقى روحت المنتخب الاول والبطولة راحت عليها ففاضللي البطولة بتاعة المنتخب الالمي فدي كنت مركز فيها وقايا في مصر ولازم برضو اللي انا افضل في مصر السنة دي المية في المية بتاعتك يا رمضان كانت 3040% من طموحات جماهير النادي الاهلي وانت بنفسك اخترت وقررت ان مصلحتك الشخصية هي التواجد مع النادي الاهلي وفي النهاية رفضت التجديد للنادي الاهلي وزعلان ان جماهير النادي الاهلي متضايقة منك لا هو مزعلان هو كمان شايف جماهير النادي الأهلي بتستخدم وأنا عندي مشكلة مع أي حد بيشوف أنه جمهور النادي الأهلي اللي لا يمكن حد يوجهه بيتوجه نشوف رمضان أليه هجوماً برضو على الجمهور حاجة اللي خلتني مش مرتاحة ومتضايق أعرف لما أنت تحس أن جمهور النادي الأهلي بيبقى هو دايماً سند وضهر النادي في كل حاجة والناس يستخدموا الجمهور ضدك دي أكتر حاجة تضايق حسيت أنه ما فيش أمان بقى حسيت أنه أنت الجمهور والسند الجمهور بتاع النادي الأهلي اللي هو بيبقى سند للنادي كله والمنظومة كلها لو مش عادل يعني أنت مش عادل دا كله الضغط دا جد كتير عليك الضبط أنت بتستخدمه ضدي بالمعلومات اللي أنت كنت عملت أقولها اللي هي مش صحيح قدينا شوفنا اللاعب اللي بيشوف أن الجمهور تم توجيه ضده لأن الجمهور كانت في الفترة دي مشاعره الحقيقية أنه على فكرة كان نفسه أن أنت تجدد لما جددتش كان فيه غضب أنت فسرته أنه بيستخدم ضدك في جزء من المؤامرة اللي أنت كنت طالع في تويد حاسم في أفريقيا عشان تحول دفة الجمهور من عليك وبطول كل الكلام كان مغلطا الحقيقة عندنا فيديو واضح جدا لوقع أعتقد لو كان النادي الأهلي حابب يقلب جمهيري النادي الأهلي على أي لعب شارك في المباراة دي أو مباراة سانداوند كان يقدر النادي الأهلي يعملها بالسولة لكن لا طلع تصريح ولا طلع أي حاجة من المسؤول داخل النادي الأهلي وبعض اللاعبين مش بعض اللاعبين رمضان صبحي وشريف إكرامي هما اللي تكلموا عن الواقع تعالوا نسمع إزاي كان ممكن النادي الأهلي يقلب جمهيري النادي الأهلي على رمضان صبح فأنا أيم كان فيلر جيه وكابتن سيد وكل حاجة وداخل أصالح ففيلر بيقول لي هتدخل وقلت له أنا كده كده لسه بقولهم أنا داخل أصالح فأنا داخل راح كابتن سيد قال لي بس ده برضو ما يمنعش اللي أنت هيتخصم منك فلوس أه فأقولت له يا كابتن أول حاجة ليه تخصم مني فلوس أنا مش غلطان حاجةك ممكن تسأل اللاعبة كلها والجهاز حضرك أصلا ما قلتش في المواقف كنت جوه ورقم اتنين حضرتك مش هتخصم مني حاجة لأنا تحدي كده وش كابتن رمضان صبحي مش مدرك اللي تربط في النادي الأهلي إن النادي الأهلي فيه مبادئ وفيه قيم وفيه ثوابط أنت ما تخنقتش خناقة مع حد برا النادي الأهلي تخنقت في النادي الأهلي يبقى على طول فيه خصم أما الفكرة بقى لو النادي الأهلي حابب كان يتقلب جماهير النادي الأهلي على رمضان صبحي كانت قال من أحد مسؤولين أو تسرب خبر إن بعد مباراة ساندونز رمضان صبحي وشريف إكرامي قادوا لعب النادي الأهلي لرفض العقوبة الموقعة اليوم اللي هي عشرة في المية تخيل حزن جماهير النادي الأهلي على هزيمة تاريخية الأولى في تاريخ النادي الأهلي على مستوى أفريقيا ويتقال إن فيه لعبين مقصرين رفضين العقوبة دي برغم إن لعبين مصابين زي محمد محموز اللي هو ما شاركش أصلا في البطولة تقبل العقوبة زي إسلام محارب وشان محمد اللي راح له على النادي الأهلي اتخصمت منهم العقوبة كاملة لو فكرة سنتين أنت تخصمت منك العقوبة على عشر شهور لو جدت اتخصم منك تلاتة في أول إعارة والعشر والسابعة في تاني إعارة فبلاش تطلق كلام مجذوب على النادي الأهلي لأن النادي الأهلي كان يقدر يعمل كده لكن مش دي أخلاق النادي الأهلي ولا مبيد النادي الأهلي شيء مبرر جدا بالنسبالي إن تليه روحت المكان اللي تقدر لما ياتقال حيتخصم منك ماهتخصمش منك لأنك شايف نفسك أكبر مثل كيان أنت في النادي الأهلي أصغر بكتير قوي مثل كيان لأنه فيش لعب أكبر مثل كيان لأنه كمان النادي الأهلي كيان لا يقبل أن يتم السخرية منه ثم يضم لاعب نطلع ونشوف كابتر رمضان صبحي وهو بيسخر من نادي بيرامدز وهو بيتريع على اسمه وبييتريع على تاريخه عشان نفهم عقلية اللعب لما تردد كده في بعض الأوقات أنه رمضان ممكن يلعب في نادي في مصر غير النادي الأهلي كانت مشاعرك ايه او كان ردك عامل ازاي بصر شبتين ماليوش أساس من الصحة تماما أنا قبل كده أولت بص ربتيني وطحة نادي الأهلي هو أكبر نادي في أفريقيا هو أكبر نادي في شرق الأوسط وأنا لما مشيت مشيت من أكبر نادي في أفريقيا ولما مشيت برضا ولما روحت إنجلتها روحت أحسن دولي في العالم طبعا فالطبيعةOrte.لما هرجع هرجع على كبير وهو النادي الأهلي مش هرجع على الأسيوتي صادقا مع عشان يبل النادي الاهلي اللي هو الكبير. الكبير بعد ربنا الكبير اندية الكرى المصرية هو النادي الاهلي. انت بقى استصغرت النادي وما احترمتش النادي اللي انت سعيت ليه وقلت انه هو طموح. اعتقد بقت الصورة واضحة قوي. وانت عارف انت دلوقتي بتلعب فين? احنا هنا بنحترم كل الاندية. لكن انت مش محترم النادي اللي انت بتتدرب فيه او بتلعب فيه حاليا ورافع الوقف فارس. وعمر عديد بعرف هل مشاعر الجمهور مبررة ولا لأ لان ده كان اساس الفقر. وده طبعا نهاية كمان حلقتنا النهاردة بنشكركم جدا وبنشكر تفعالكم معنا على تويتر ونشوفكم بازن الله. ودايما الاهلي فوق الجميع. خلص الكلام. سلام.